بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبداية نسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن العباد وأن يجعل ما أصابهم خيرا لهم في أوبتهم وتوبتهم واستغفالهم ورجوعهم إلى ربهم جل جلاله وما تفضلت به لا شك أنه ماثل للعيان فهناك حالة من القلق العام التي اجتاحت الناس بل هي حالة من الهلع والجزع التي أفضلت بالناس إلى مفارقة المألوف حتى المصافحة التي كانت مبذولة الآن صارت ممنوعة ومن طريف ما يرويه بعضهم اليوم بأن أحد الناس مد إليه يده مصافحا فقال له الآخر لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك يعني كأنه عدى المجرد المصافحة تسببا في القتل وكذلك الهبوط الحاد في أسعار الذهب الأصفر والذهب الأسود البترول نعم وقل مثل ذلك في توقف المصانع والشركات والإلزام الناس بالإقامة الجبرية في بيوتهم في كثير من البلاد بالإضافة إلى توقف ما لم يكن توقفه يخطر على البال من إقامة الصلوات الجمع والجماعات وكذلك المناسبات التي لا ينفك عنها الناس في أفراحهم وأتراحهم ما إلى ذلك وينبغي أن ندعو بما يدعو به عباد الله الصالحون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون